بعد إنكار شديد تعترف إيران وعلى لسان وزير خارجيتها أحسين عبدالهيان بتزويد روسيا بطائرات مسيرة انتحارية الخارجية الإيرانية أصرت بعد اعترافها على أن نقل الطائرة إلى روسيا كان قبل بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا تزويد إيران لروسيا بالطائرات المسيرة لا يبدو أنه سيمر مرور الكرام فقد كشفت مجلة ديرشبيغر الألمانية أن ألمانيا وثماني دول في الاتحاد الأوروبي تخطط لتوسيع العقوبات الاقتصادية على إيران وقبل نية توسيع العقوبات الأوروبية قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي إن القيادة الإيرانية لن تستطيع الإفلات بفعلتها في مساعدة ما وصفه بعدوان روسيا الوحشي على أوكرانيا الخارجية الأوكرانية بدورها أكدت في وقت سابق أن الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية استهدفت البنى التحتية الأوكرانية وأن لديها معلومات تؤكد أن إيران زودت روسيا بالصواريخ أيضا وأن كييف تريد ضمان عدم تزويد إيران لروسيا بالمسيرات مهددة بقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع ظهران كما طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايل بودولاك بضرب مواقع تصنيع المسيرات والصواريخ في إيران ردا على دعمها لروسيا تصدير المشكلات الداخلية إلى الخارج سياسة لطالما دأب النظام الإيراني عليها في وقت تغلي البلاد بالمتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الولي الفقيه وفي هذا الاتجاه يرى مراقبون أن سياسة تصدير الأزمات قد تكون وبالا على النظام الإيراني وقد تغرقه أكثر فأكثر في رمال لا قرار لها ترجمة نانسي قنقر